أيضا من بيروت ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي أحمد عياش أهلا بك سيد أحمد عبر الشاشة سكاينيوز عربية إذن لبنان أمام هذا الاستحقاق تشكيل حكومة يقال أنها قد تكون مصغرة قد تكون ذات كفاءات ما هي المعوقات التي تقف أمام هذه الحكومة وهل فعلا تسمية وتكليف مصطفى أديب هي محاولة لتعويم التبقى السياسية السابقة بحسب ما رأينا المتظاهرون في لبنان يحتجون على هذه التسمية ويعني بصريح العبارة لا يريدون أديب يعني طبعا نحن صباح الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام طبعا نحن أمام مشهد يعني مضاف إلهي اليوم هذا التدخل الفرنسي غير المسبوق في الحياة السياسية في لبنان الرئيس الفرنسي موجود حاليا في بيروت وهو قبل وصوله كان يدفع باتجاه تشكيل حكومة الخطوة الأولى في هذا التشكيل هو تكليف الشخصية التي ستتولى هذه المهمة الدكتور مصطفى أديب السؤال حول ما يمكن أن يرتج من هذا الضغط الفرنسي هل سيحدث فارقا عما حصل سابقا نحن للتو خرجنا من حكومة وصفت بأنها حكومة حزب الله هل ستأتي هذه الحكومة بواسطة هذا التدخل الفرنسي مختلفة عن سابقاتها هذا هو السؤال المطروح اليوم لكن على كل حال هناك مثل بيقول باللبناني ما تقول فول ليسير بالمكيول بمعنى يجب الانتظار بعد الوقت لمعرفة إلى أين ستقول هذه المهمة أنها ستكون ذات اختصاص وحكومة كفاءات وبالتالي فرنسا لا تريد الأحزاب أن تكون من ضمن هذه الحكومة هل يقبل حزب الله كيف ستكون ردة فعله لسيما أن هناك مقال في لوفيقارو يقول أنه بدأت المحاصصات وجبران باسيل رئيس طيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون يريدون وزارة الطاقة يعني زميلة الكريمة أنا أصدق الفجارو الفرنسية أنا أعتقد أنها هي فعلا على حق الصحافة الفرنسية تمتلك من الحرية والشجاعة يعني ما يمكن الركون إليها وهناك أيضا يعني معلومات متناقضة يعني فيما يتعلق بالموقف الفرنسي هناك قول يقولون أنهم لا يريدون الأحزاب لكن في الوقت نفسه هم يعني يقيمون يعني قنوات اتصال وثيقة مع طهران ومع حزب الله في هذا البلد لا أعلم يعني طبيعة هذه الاتصالات إلى أين أفضل وما هو الطرح الفرنسي في هذه الاتصالات لكن في كل الأحوال نحن نعلم أن ميزان القوى في لبنان اليوم ميزان قوى محكوم لمصلعة حزب الله حزب الله الذي أتى بالحكومة السابقة الحكومة يعني وأيضا أتى برئيس للجمهورية وهو يتحكم بالبرلمان حاليا كل هذه الموازين القوى لا تشير بأن هناك إمكانية للإتيام بحكومة مستقلة كليا عن هذا النفوذ الذي يموسله حزب الله إذن علينا أخذ معنا الاعتبار هذا الواقع طبعا هناك رغبة حقيقية من أجل إيجاد مخارج لهذه الأزمة المستحكمة في لبنان العالم الخارجي ينتظر تغييرا حقيقيا على مستوى أداء السلطة حتى يستطيع لبنان لكن هذه الفرصة الأخيرة سيد أحمد بحسب القراءات الدولية هذه الفرصة الأخيرة أمام لبنان من أجل القيام بالإصلاحات التي تنادي بها فرنسا وتحديدا رئيس الفرنسي إيمونيان ماكروه من أجل أن يقوم صندوق الدولي بدعم لبنان من أجل أن تقوم الدول ربما بإعادة بعض الثقة وبلورت المرحلة المقبلة مع لبنان إذا بقي حزب الله مصرا على موقفه ما الذي ستشهده المرحلة المقبلة؟ طبعا هناك فرصة معطاة حالية للتحرك الفرنسي هذا الزخم القوي جدا الذي بدأ في بداية الشهر الماضي بعد الانفجار الهائل في مرفق بيروت واليوم نشهد تتم له من خلال الاحتفال بمؤوية مرور مئة عام على ولادة لبنان الكبير هذا التحرك الفرنسي يأخذ مذاه اليوم ولكن على كل حال يجب ربما توضيح نقطة مهمة وجوهرية يجب عدم الاعتبار أن إذا ما فاشل لنضع هذا الاحتمال إذا ما فاشل المسعى الفرنسي كأنه نهاية العالم ليس الأمر كذلك هناك مسعى يحاول بكل ما يستطيع من قوة وبحسن نية طبعا ومحبة لهذا البلد للوصول إلى تفاهمات لكن في حال فشله ونحن ننطلق دائما من الوقاعة الموضوعية ننطلق من موازين القوة موازين القوة لم تتعدل في هذا البلد بمعنى أن يعود لبنان دولة مستقلة حقيقية أن تكون هناك دولة لبنانية أن يكون حزب الله مثل سائر المكونات في لبنان يخضع للقانون وليس فوق القانون أن يلتزم بالشرعية الدولية وليس يقيم شرعياته الخاصة المرتبطة بإيران أعتقد إذا لم يتغير هذا المشهد المسعى الفرنسي يعني يمكن القول منه منذ هذه اللحظة سيصطدم بهذا الجدار سيد أحمد يعني برأيك حتى مع الأواضع الاقتصادي المتردي حتى مع انفجار مرفأ بيروت برأيكم يعني هذان العاملان الأساسيان في المشهد اللبناني حاليا لم يغيرا شيئا في عقيدة حزب الله هل سنراه يعني نرى في الشارع أن المتظاهرين أو عناصر الذين ينتمون إلى حزب الله لا يزالون على موقفهم يخرجون يعني يعني نراهم كيف يتصرفون ماذا بالنسبة لقيادة الحزب برأيكم يعني ربما يعني هناك من يعني ربما جرى تبسيط الأمور بالقول أن انفجار المرفأ سيحدث فارقا كبيرا في لبنان وهناك مقول اليوم متداولة في بيروت ما قبل الانفجار الرابع أغسطس ليس ما بعده يعني ما قبل الانفجار وما بعد الانفجار للأسف هذا الأمر لم يحصل على هذا النحو هناك يعني ما يشبه العقلية التي تقول ومن بعد طوافان بمعنى من يحتأ يتحكم في هذا البلد من يربط بصير هذا البلد بمشاريع خارجية هو لا يأبه هو قد يزرف يعني بعض الدمع من وقت لآخر ويقول أنه متأثر لكنه في واقع الأمر ليس كذلك بمعنى نحن عندما سنفتح نوافذ الدعم الدولي والعربي ولسيما من الخليج العربي على هذا البلد يجب أن يتغير هذا الواقع في لبنان لا يمكن نحن أن نأتي بأي دعم حاليا ليذهب إلى طهران ليذهب إلى كل هذه الأحلاف المشبوهة لا يستطيع لبنان أن يطلق الدعم وهناك ليلا نهارا من يعمل ضد مصلحة لبنان لكن برأيكم سيد أحمد عندما يوافق الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون على تسمية الدكتور مصطفى أديب رئيسا مكلفا لهذه الحكومة ألم يتم التشاور مع إيران ألم يتم الضغط عليها ربما بطريقة أو بأخرى من أجل الإتيان بشخصية تشبه الدكتور أديب ويقال أنه سيقف على حدى أو ربما بشكل متساوى مع كل الأطراف يعني ربما علينا يعني طبعا هذا ليس تجريحا بهذا الشخص الذي يتولى اليوم مهمة بتشكيل الحكومة الدكتور مصطفى أديب آتم من بيئة متصالحة ومهادنة لكل هذا الواقع السياسي في لبنان هو مهادن حتى للموضوع الإيراني في هذا البلد هناك مناسبات عديدة ظهر فيها وكأنه يعني غير معني باتخاذ موقف حاد من الموضوع الإيراني في هذا البلد هو ينتمي أساسا إلى تيار سياسي أتى منه في الأعوام الماضية لا يشير إلى أنه هو يمثل خطا استقلاليا حقيقيا في هذا البلد وهناك من يجري مقارنة اليوم ما بين الدكتور مصطفى أديب والسيد مصطفى القازمي الذي يتولى رئاسة الحكومة في العراق في العراق هناك مسعى جديد لإخراج العراق من هذا الارتباط الوثيق بالتأثير الإيراني الأمر اليوم في لبنان معاكس تماما لا تبدو هذه الإشارات موجودة حاليا وكأن هناك من يهادن حتى فيما يتعلق بالمسعى الفرنسي يبدو أنه يهادن الموضوع الإيراني ربما لحسابات لدى السيد ماكرون لا نعلمها لكن هناك من يقول أننا أمام شهرين هناك شهران أمامنا قبل معرفة من سيكون سيد البيت الأبيض في الأعوام الأربعة المقبلة هل سيبقى السيد ترامب أم يأتي السيد بايدن لكن في هذه المرحلة من الانتظار لا يبدو أن الواقع اللبناني يتجع إلى حسم الأمور ومن هنا ربما هناك فلسفة تقول هدئوا من الأمور من لبنان أعطوا لهذا البلد فرصة لإرتقاط الأنفاس ولكن على قاعدة أن يبقى الذئب ذئب والحمل حمل بمعنى أن يبقى الذئب إلى جوار الحمل يعني بهذا المعنى الخطر سيبقى قائما في هذا البلد هناك ضغوط طبعا إلى عدم انجراف الأمور باتجاه لا تحمد عقبها لكن من يشاهد المشهد بكامله ما يحصل في جنوب لبنان ما يحصل في سوريا حاليا هذا الصراع الذي يخضه الإيراني من خلال حزب الله مفتوح على كل الحسابات لا يطمئن ولا يبشر وربما لبنان في لحظة من اللحظات لحظاتها التوتر الكبير أن ينزلق إلى حرب لا يعلم مداها إذن كل هذه المساعة هي تهدئة هي كسب للوقت هي ألتقاط للأنفاس يعني حتى بتسمية سيد مصطفى أديب سيد أحمد لا ثقة برأيكم بلبنان هل هذه الشخصية سوف تكون مستفزة إن كان للأحزاب داخليا في لبنان وإن كان للأطراف الأوروبية والدولية التي تحاول مساعدة البلد ودعمه إن كان سياسيا أو ماديا بعد هذه المحنة التي ألمت بمرفأ بيروت طبعا هو هذا الرجل الذي طبعا نوجه له الاحترام على المستوى الشخصي يمتلك كفاءة علمية لكن لا يبدو أنه هو رجل مرحلة بالمعنى الحقيقي مرحلة تبشر بخلاص هذا البلد هو شخص يتمتع بكفاءات وكأنه ليس ينتمي إلى هذا المنطقة من العالم هو ينتمي لعالم آخر مهاد متصالح لا يبدو أنه خرج من معكرة السياسية ربما هذا التصالح والتهادن الذي تتحدثون عنه أحمد عياش سيد أحمد هو ما الذي بحاجة إليه المرحلة حاليا في لبنان هو ما ربما قد جعل الرئيس إيمونيال مكرون يوافق على هذه التسمية أنا أؤيدك في هذا الرأي هو طبعا مما يعني أننا في مرحلة هي انتقالية هناك من يصف هذه المرحلة مرحلة انتقالية من هذا الواقع في هذا الغموض المهيم على الشرق الأوسط نحو مرحلة ستنجلي فيها الأمور لكن لا نعلم هل ستنجلي عن حلول أم عن أزمات نحن في خضم أزمة لبنان اليوم في خضم أزمة حقيقية الخوف الخوف زميلة الكريمة الخوف اليوم أننا ننتظر مرحلة يظهر فيها فرج ما على المستوى الكبير في هذه المنطقة ربما نواجه أزمات أصعب وأضق الخوف الكبير اليوم حوله حتى على سبيل المثال نحن نشهد اليوم انهيارا مريعا للليرة اللبنانية مقابل الدولار الدولار حوالي سبعة ألاف الخوف أن يكون هذا المسعى الذي لا يؤدي لنتجة أن يزيد من الليرة على أمل أن تكون هذه حكومة سيد أحمد أن تستطيع رفع مساندة لبنان واللبنانيين شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب والبحث السياسي أحمد عياش